السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي يا كرام رحبا بكم في هذه الحصة الجديدة جاءت لكم اليوم فيديو جديد وطرق فعالة ومجربة للقضاء السراسل كنتمنى انكم تجربوها وانا هاتنا الايجاب دي لكم وكشكركم زب زب على المتابعة لا تنسونيش بلايك والبرتاج وفرجة ممتع نبدأ بسم الله على البركاته الله قبل ما نبدأ في هذه الخلاطات اول حاجة اللي يخصكم تعرفوا انكم تركزوا على النظافة باستمرار بالاخص فالفترة هذه اللي غادي بدا فيها الصيف وغادي كذلك تركزوا على الاماكي اللي كيكونوا فيهم هاد السراسل هادو مثلا كيكونوا اعزكم الله في الحمامات يجونا من القرقارات كيجونا كذلك من خارج البيت يعني من تحت الابواب دائما نخصكم تسدو وتطبقوا هاد ان شاء الله هاد الخالطات اللي غا نعطيكم وتاني حاجة كين اللي كيدخلو كذلك من نوافيد من البالكون المهم بزاف وتحت هاكا تحت الحاوض لحد القومة ما اعزكم الله يعني قاعد الاركان هادو ضروري ما يخصكم تردو معهم البال في هاد البداية هاد ديل الصيف باش تحاربوه نهائيا انه ميدخوش ميتع شاش لكم وكذلك كيفاش انكم تردوه غا نعطيكم بزاف ديل حيا نخليكم معي الاخر اه وصفات مجربة وفعلا ما تبشوفين وانبدو باول فكرة وغندزول اول فكرة واول وصفة للاساس ديلها هو هاد المعلقة السحرية اللي هي المطحون ديل الشبه منسبة للشبه اللي ما كيهرفهاش هكا تكون يعني الحجراء ديل الشبه كتاخدوها يعني كتدقوه وكتعطيكم هاد المطحون هادا عشنو غادي نضيفه على هاد المطحون هادا اول حاجة كنحتاجوا واحد شوية ديل الماء را ندرته هنا في البخاخ كنحتاجوا اي سائل ديل الاواني كما كتشفوا معي اي سائل عندكم وكنحتاجوا الخل العادي هادو هما المكوينة ديل الخلطة اللوله خلطة فعالة ومجربة غادي نجيبو هاد البخاخ كيما كتشوفوا معي اول حاجة بالنسبة لهاد الشبه راها فعالة وعطيتكم السيمان لدي لاخريكم رابط في صندوق الوصف كدلك كتضيحت على العنكبوت واحد المدة ديل 4 شور ما كتشوفوش العنكبوت نهائيا كتسهربها من البيس كما كتشوفوا معي غادي ندير هاد المطحون هادا ديل الشبه فالبخاخ راها فعالة هاد الشبه هادي وثاني حاجة غادي نزيدو قد الكيمياء ديل الماء قد الكيمياء ديل الخل اللي كتديرو وكدلك ستديرو واحد المعلقاء كتشوفو معي ندير واحد المعلقاء من السائلية الاواني فادي نعطيكم كيفاش انكم تديروها وكنشدو هاد الخلطة هادا يعني وكنخلطوها فالبخاخ بالنسبة لهاد الخلطة اشنا اود دول بلها خلطة فعالة وصراسل ما كيهملوش نهائيا رايحة ديل الخل اول حاجة قبل ما تديرو اي خلطة يعني ضروري من التنظيف ديل المطبخ وضروري انكم تحيدو اي حاجة كانت يعني هكا تجمعوه يعني متخلوش اعزكم لالقومة ما في الدار ما تخلوش يعني شي حاجة طايحة يعني تمسحوه تشطوه وتجفوه ضروري باش هاد الخلطة هادا تدور ديلها يعني فين ماكنسو شكين انه سراسل كين عنكم كترشو يعني كترشو تحت الحوض يعني كترشو في البالكون كترشو في شراجم كترشو تحت الحوض بالاخص بالاخص ودائما خدو الخل يا اما الخل هذه او الخل بيض امسحو به الخشب دي لكم كامل دي المطبخ يعني كترشو يعني كترشو الخل كترشو به كالخشب باش نهائيا ميعشش لكمش في الخشب وهاد الخلطة هادا استعنوا بها ودائما نحضروها في المطبخ واندو زول ثاني وصفاء او ثاني فكرة اننا غد نديرو لهم واحد الخلطة اللي في جبارة وصحرية يعني كتديروها وامينة متخافوش انا اضحو هادا مبيدات اللي كتر عنينا عشو غدتشوب الورق دي الاليمنيوم اول حاجه ايتم نجدو بحل الشكل دي الشي تباسي الهاكا صغير كما غدتشوف معا كتديروه ايضا كتتحول ان يكون ثني وفي الشكل هذا وكتديرو على شكل الصحن كتحول ان يتظورو بعد الشكل هذا حسسو خطله على التاريقة هادا كي ما كتشوفوا معا اول حاجه يعني فش كنحضر كما تشوفوا معي على شكل صحن يعني ورق الألمنيوم كنتزل هاد الخلطة دينا ليس تكون من السكر الناعم ليهو سكر سقيل وكذلك من بيكربونات السوديوم هادوش مكونات هادوك يقضي لنا نهائيا على السرسير اه شنو كنديرو لهم يعني كنحولوا اننا انخلطوا نفس الكيمياء اللي كنديرو من بيكربونات السوديوم هي نفس الكيمياء اللي كنديرو من سكر سقيل كما غادي تشوفوا معي بالنسبة لهذا الخلطة هادو فعالة اه الدور ديل ديل سكر سقيل انه كي يجبت لنا يعني للحشرات انهم كيشموا هادو رايحه كيبشي وبيكربونات السوديوم افوكي يكلوها اه بالاخص الى حطيتو شي صحن اخر او لشي حاجة اخرى فيها الماء افوكي يكلو هادو الخالط هادو كيشربو الماء يعني كيتنفخوه وكيموتو في البلاسة كتشيبو كتدلو لهم حشك المصيدة يعني كتشيبو هادو الخالط هادو كيستشكل هادو كما كتشيفو معي وكتده يعني كتوضعوه تحت الحاؤد كتوضعوه في تحت البلكارات في الاماكين اللي كتشفو أنكم عندكم فيها السراصل كتوضعواها في الاماكين الليُ Bloody possible solution تختررون الان في الدخل الى الباب ممكن تدروها في الدخل الى الباب ممكن تدروه في ما بغيتون your possible solution سوف تقضي لكم نهائيا على هذا السرسر او لا ممكن انكم تجيو تحت البلاكارات عندكم في المطبخ وستوزعوا هذه الخلطة بعد شكل هذا يعني تجدوها على شكل سطر بهذه الطريقة كما تشوفوا معي كتدروها في البالكون تحت الخشف اي مكان عندكم في المطبخ او لا جانب الابواب او في اي مكان انتم تشكو انها عندكم فيهم السرسر سوف ينفو كي يدوزوا او لا كي ياخلوا من هذه الخلطة سوف يتنفخوا وكي يمزوا نتمنى فعلا هالفكرة هادي انها تفيدكم افضل واحسن من المبيدات لا تخافوش عليها راه امينة واندوزوا الفكرة الموالية واندوزوا الفكرة الموالية كما تشوفوا معي ما عليكم الا بورق الغار وورق الغار كان مجربة هانا سنين هادي وراهديجو انني تقسمت معكم يعني السمالات واندوزوا اكتر من رائعة بسبل هاد ورق الغار راه فاعل عن تجربة يعني ماشي اول سنة ولا اول عمت انجربوا انا سنين وانا نديرو اشنو كتديرو هاد ورق الغار ماشي كي قتل السراسر هاد كي هرب السراسر غات اخدو هاد ورق الغار يعني وغاتشتو في البيت ديلكم يعني جميع الاركان تديروه رصدادر تديروه يعني تحت ال اي بلاكر عندكم يعني في مكان عندكم يعني فين ما عندكم شروك في الاركان دي البيت اللي صعيب انكم تنظفهم يوميا او لا تحت الخشير فين ما كان عندكم شي مكان كتوضعوه تحت منه هاد الورق هاد تفل المطبخ يعني كتوضعوه تحت البلاكر عن تجربة صدقوني المكان اللي فيه ورق الغار ما كيبقاش فيه سراسر كيهربوا به هاد المعنى هاد هما نهائيا ما كيحملوش الرائحة هاد ورق الغار عن تجربة غير شري وراتة ما نرخيص غير يعني خمسة درهم غاد تعمر لكم الدار كاملا او غير ثلاثة درهم غاد تديروه تفل بيبان دي الاسطح يعني من الداخل في الشراجم وزعوها كحطوه جوجو ورقات ولا ثلاثة في كل الشراجم يعني صدقوني راه هو ما غاديش يبقى نهائي يعني دخل عدكم وإلا كان في الدار غادي يهرب كنتمنى الفكرة هادي انهاتنا الإعجاب دي لكم واندزو الفكرة الموالي وبالنسبة كذلك الوقت أعزاكم الله تأتي بيكربونات سوديوم اعزاكم الله وكذو وضعوا يعني كترشو بالخل وتدخلوا هاة الخالطة ما تديرش على الماء باش دائما انهم ما يخرجوش لكم يعني من القرقات يعني من هاد الاماكين اعزاكم الله يعني دائما تشبوت ناسه لا في المطبخ ولا في الحمام والفي أي حوض اغسل عندكم كترشو بكربونات سوديوم فقرياتها لهذا الخل و إذا فهمت بسيطة و نحركوا tho و نحركوا الأخير لأخير فكرة نحتاج ليس لاحقا حمضة حمضة و إشتركوا يمكن ان تضيف واحد شوية دي لما ممكن بلاش تخليوها كاك مركز وكترشو جميع الاماكين اللي عندكم حتى في الحمامات يعني هو ركي خليكم واحدة رائحة طيبة وليك ركي هرب الحشرات الحشرات مكي حملوش نهائيا الرائحة دي الحامض ومكي حملوش رائحة دي الخل هاد الخلطة هادي رها فعالة آآ جربوها ولكن نصيحة اللي غادي نعطيكم انكم ضروري مالنظافة ومالنظافة سنتمنى هاد الفكرة هادي انها دين الاعجاب دي لكم هاد الخلطة السحرية كذلك انكم تجربوها راكي هربو نهائيا احنا كنعطيو افكار لانها تهرب ومتخليش سراسر انكم ما تخليش سراسر نهائيا انهم يبقوا عندكم في البيت بالنسبة اللي بغي يقضي نهائيا على السراسر ويقتلهم راه ديجا تقسم سبعاكم واحد البرودوي يعني كنشريوه دير بحل لغبرة دي الاطفال هادك ولكن شوية راح خطر لانا هادك سيقتلهم بالمرة هادك سيكرموا يعني سراق الزيت كي يكرم بالنسبة اللي بغي يتعرف عليه خليلي في التعليق نخليكم مره بديلو اسفل هاد الفيديو هادا في نص سلت عالتا الماء وغادي تعاودوا انكم بجفوه بها لبيت للكم في المرحلة الاخيرة باش بقى يعني الملح مركزه في الاركان لبيت للكم كامل هاد الملح هادا اتاسسبب انها كتهرب لكم يعني الحجارات مكيد خروج لكم البيت نهائيا انه هما كي تجيبهم الحلاوة كي تجيبهم يعني وان شاء الله ديروا هاد الوصفات هادي وحاربوا قبل ما انه يدخل يتعسل لكم وكذلك الى كان في البيت ودرتوا هاد الوصفات هاد وراه غادي هرب وما غا يبقاش بإذن الله هنا كيكون الفيديو دي نسا لو كنت من هاد الحصة تكون خيفة ريفا على قلوبكم تكون استفتوا ولو بالقليل ولو فكرة وحدة انتنا الايجاب دي لكم كنشكركم بالسلسفة للمتابعة ما تنسى ونساونا تبلايك والبارتاج بارتاج الفيديو من الاهل والحب دي لكم كذلك وتشجيع للقناة والى حصة قادمة ان شاء الله مع وصفة جديدة او نصيحة جديدة مع خديجة شكرا للمتابعة